السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديدة بالنسبة لدى الحلقة اخواني الشركة ديال ترامواي دايرة توضيف لعدة مناصب وكيف كترفو الشركة ديال ترامواي اللي هي دي اللي كينا في مدينة الدار البيضاء اللي هي دي راتي بيديف هذي هي الشركة الخاصة اللي كينا في آآ كازابلونكا اللي هي مكلفة بالترامواي البوسواي بنسبة لهذا الشركة اخواني طالب اه الناس يخدموا في آآ يعني آآ المنظمين مراقبة مركزية يكون في تنظيمه في المراقبة المركزية واللي غادي نشوف اخواني ملف ديل الترشيح ملف ديل الترشيح اخواني كيف هنشوفونا يا ديبلومات اللي هم مطلبين طالبين هنا يا آآ نيفو مينموم يكون لك نيفو مينموم باك بلس دو في تيكنيك او ايكيفارن يعني في لا تيكنيك عندكو في في تيكنيك باك بلس دو ويكون لك الكسبرينس اقل شيء ثلاث سنوات في الاكسبرواطات يعني في التشغيل بالنسبة لللي طاش اللي غادي تديرو اخواني في هذا العمل هذا مع آآ الشركة ديل الترامواي وآآ البوسواي آآ غادي تديرو اخواني كا آآ تخدموكا ملحق بقسم مع امليات النقل وغادي تكون مسؤول على هذا القسم هنا وغادي تديرو تكييف في الوقت الفعلي لعرض النقل لخطوط الترام وخطوط الحافلات يعني الترام واي والبيوس واي من خلال تقليل تأتير لمخاطر البشرية والمادية والبيئية قديرو سياغة ومتابعة تقارير الخاصة بالنظام الطب المتعدد للوسائط اللي غادي تخدموه فضل برنامج ديالة سي ام ام اس وغادي تديرو ادارة الفريق يعني تقوموا بالادارة ديال الفريق يعني كنتم كمسؤولين على هذا الملحق ديال العملية النقل اللي غا تكون في الطرام واي وفي آآ البيوس واي وغادي تقوموا بالتدخل الميداني لحل المشاكل في حالة وقوع حادثة والتحقق من حالة التركيبات ديال العربات السيكاك الحاددية والبنياء التحتية يعني ديال العربات وبالنسبة اخواني المهارات اللي طالبين هنا يا تكون عندك البيرمي البيرمي ديال يكون البيرمي ديال القيادة من آآ صينف آآ بي او اللا دي وتكون عندك ادارة الفريق معرفة جيدة بالانظمة الطرق معرفة جيدة بالادوات المكتبية وكذلك غادي يعني تكون متمكن من انظمة المعلومات اللي هي آآ جتي سي و جتي او وكذلك الراديو ونظام الصوت ايس ا او ويكون عندك التواصل الشفوي والكتابي باللغة الفرنسية تكون تعرف الكتابة ويعني ولكوميونيكاسيون اوغال وكوميونيكاسيون يكون عندك باللغة الفرنسية يعني هذو هما المهارات اللي خستكون في الموطر الشعر ولمستوى الدراسي كيف قلت لكم يكون عندك باك بلس دو يعني اقل شيء في التقنية او التقنيات وما يعادل هذا الديبلوم هذا اذا بالنسبة للطريقة للارسال الطلب ديالكم اخواني غادي ترسلوا السيف فيديو ديالكم الوثائق ديالكم فهذا الجيميل هذا غك خيط اروباسكا راتي دي بوانكم معي هذا هو جي مايل احضر لكم في السندوق لوسو لاتلقوه في اول تعليق ومن اليها غادي قبل ما ترسلوا الدوصي ديالكم لهذا الجيميل هذا كتبو في يعني الموضوع او اللي لابجي ديال الرسالة غادي تكتبو اير بي سي سي ار بي سي في اللابجي او اللي في الموضوع ديال الرسالة يعني في جيميل في البطي ديالكم بعد ذلك تكوبيو هذا. وعسي تضعه في اللونفوة ديال. عندي لبعث ميل. وتضعو الدوصي ديالكم اللي فيه وفيه كذلك الخبرة المهانية ديالكم. والديبلوم والباقالوريات ديالك ديالكم. اذا هذه هي الطريقة يخواني باش تخدمو او لباش تدفعوه لهذا العامل دا. اللي غادي تخدموه يخواني في الضار البيضاء في التراموي دال الدربيضاء. هاد يتخدموه في التراموي وكذلك في البيس واي. اللي اه. اللي خاص لهذه الشركة دياله اير اتي بي ديف. اللي كتب لكم هنا هذا هو الموقع دياله اللي كي نفع الضار البيضاء اللي هي مسؤولة لهذه الخطوط ديال الترامواي. اللي هو اخواني كازا ترامواي. اذا اخواني هذه المعلومات هنحط لكم الرابطة او لا الجيميل اللي غدي تصفطوا له المعلومات ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق اخواني ما تنسوا تطول زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش تصفوا بالجديد لا دون تفير رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.